أهلا بحضراتكم من جديد طبعا مستمرين في الحديث عن السنوية العامة ونفائج السنوية العامة اللي خلاص ظهرت والطلبة بتاره يشوفوا حيدخلوا جامعات ايه الحقيقة انه الموضوع ده بكل ما فيه بيعمل حالة من القلق والتوتر عند الاهالي وبعد ما يعني الطلبة عملوا اللي عليهم والناس كتير اكتهدت وتعبت طول السنة وذاكرت ودلوقتي المهم انه ما نلومش على اللي فات يعني حتى الاهله شايفين انه ما عملش كل الواجب عليه ممكن يعوض في السنين اللي جاية مهم ان احنا نتخلص من حالة التوتر اللي كانت يعني موجودة عند الاسرة كلها مش بس عند الطلبة لانه حالة السنوية العامة بتعمل حالة كده من القلق والتوتر جوه البيوت وكلنا يعني عيشنا الكلام ده والحقيقة انه مستمر اه ابتدى يقل شوية ما بقاش زي زمان لكن لسه مستمر مهم جدا انه الطلبة واولية الامور والبيوت يستعدوا للمرحلة الجاية ومرحلة الجامعة يفرحوا انه ولادهم كبروا ودخلين الجامعة ويعدوهم نفسيا لانهم هيتعاملوا بطريقة مختلفة جوه الجامعة هيتعلموا بطريقة يمكن مختلفة عن اللي بيحصل في السنوية العامة مهم جدا انه الطالب يبتدي يركز في المجال اللي عنده ميول ليه وقدراته توهله انه يدرس فيه ويشتغل فيه بعد كده لكن ازاي كل ده يتم وازاي نقدر ناخد القرار ده كعيلة من غير ما نضغط على بعض وكمان ناخده بنوع من الاريحية وبنوع من النظرة الواسعة بقى ونشوف سوق العمل فيه ايه كل ده هنعرفه من الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفس اللي منوارنا النهاردة في استوديو صباح الخير قلم بيك داقتر صباح الخير عليك دايما صباح الخير علي حضرتك يعني احنا نتكلم خلاص النتائج السنوية العامة بينته انت عارب دايما بيكون في حالة كده من التوتر والقلق قبل النتيجة مستنيني النتيجة قبل وفي الامتحانات الناس متوترة النتيجة بين انت طب حندخل جامعة ايه كل الحالة بتاعت التوتر اللي يعني بتلف حوالين السنوية العامة ونتائج السنوية العامة شايف دا ازاي والدنيا بتتغير يعني حتى ما بقاش هو اللي جايب مجموعة اعلى حاجة ودخل طب او هندسة دا دليل النجاح او انك تجيب مجموعة اقل وتدخل اتجاه مختلف دليل الفشل اللي قدر الله صحيح ولزلك انا عاوز ابدأ من اخر كلمة حضرتك قلتها قبل ان يطلع الهواء قلت الضغط النفسي انا منظور الشخصي انه ما فيش حاجة اسمها ضغط نفسي نحن من نصنع الضغوط يعني احنا اللي بنحط الاعباء النفسية على نفسنا وبالتالي بنفشل اولادنا يعني دايما كل اللي بيسمعونا عندنا احنا كبيرة اجتماعية في مفاهيم التربية في مصر وهي التربية بالوكالة يعني ايه التربية بالوكالة انا عاوز ابني يحقق لي احلامي انا المهضرة انا كان نفسي ادخل كلية معينة واشتغل في وظيفة معينة فشلت فيها من 20 سنة عاوز ابني النهاردة يشتغلها وعاوز يخش الكلية لأنا كان نفسي أدخلها من 20 سنة ابني نهوت ما هواش وكيل لتحقيق أحلامي ده كونسبت مهم بيخلي الضغوط عند أوليها الأمور ومهم برضه أني أفهم أن ابني ده ما هواش قيم على أموالي ولا لأصول الممتلكات يعني أنا بقى الدكتور كبير وعندي مستشفى كبيرة جدا ما ينفعش أقول لازم ابني يدخل كلية الطب عشان حسيبي المستشفى جيل مين أو حسيبي العيادة جيل مين أنا مكلفها قد كده أجهزة لا ابني ما هواش قيم على أموالي وبناء عليه لازم ابني يخش كلية زي ما حضرتك قلت تتماشى مع القدرات النفسية بتاعته تتماشى مع طبيعته مع ميوله مع اتجاهاته لأنه لو دخل عكس دوت وحقق لي رغبته يعني مش رغبته هو اللي هي ضد ميوله واتجاهاته وقدراته الزاتية حيجوله فشل دراسي حيجوله تعصر تعليمي حينضم من الجماعات موازية من الأصدقاء وممكن يدخل بقى في التدخين والإدمان خلاص مش بص لكلية يا مفروض عليه وكتير جدا بنقابل ناس في حياتنا يقولك أنا ما كنتش عاوز اشتغل الوظيفة الفلانية ولكن والدي الله يرحمه هو اللي أجمرني عليها والده بقى الله يرحمه ينعم بالجنة ونعمها وهو التاني قاعد هنا بيعاني في نار الدنيا نتيجة انه دخل كلية هو مش عاوزها بلاص ان احنا عندنا مفهوم خطئ جدا في الأسرة المصرية وهو كليات القمة ده مفهوم كانبالي مفهوم قديم أنا من منظور الشخصي مفيش حاجة اسمها كلية قمة حتى عالميا مفيش الكلام ده كلية القمة اللي أنا ببقى فيها على القمة اللي أنا بتفوق فيها على أقراني هي دي قمة بالنسبالي ولذلك أنا بشوف ناس بيبقى خصاء اجتماعي أو معلمة رد أطفال نكحة أحصل من طبيبة فشلة فمهمة أوي نفهم ده أنا ابني النهاردة لو جاب 70% في السنوان العامة حدخله كلية بتاخد 60% عشان يبقى فيه فروقات واضحة بينه وبين أقرانه فلما يدخل عليهم في مستوى 60% تفوق يبقى معيد عضو هيئي التدريس رئيس جمعة وزير في يوم من الأيام فدي كلها أمور مهمة بالإضافة أن انت حضراتك لما تشوفي كل المجتمعات العالمية تلاقي أن معظم البريزين في المجتمعات قد يكون مجموحهم في السنوان العامة كان صغير يعني مش شرط اللي بيقوده جميع المجتمعات ولما تشوف النماذج النجحة في جميع الدول تلاقي ناس كتير جدا بتمتهن مهن دلوقتي مالهاش علاقة بالمؤهل الدراسي البيزيك اللي هو درسه ولكن هو طور من قلياته ومن قدراته ومن أدواته فحصول ابني على مجموع كبير أو مجموع صغير لا يعني حظوظه في الحياة حتبقى عالية دي حاجة ودي حاجة بس يعني حركة قلت الضغط النفس أو اتفقنا على كلمة الضغط النفس بس عندنا هنا مدرستين أو عندنا حاجتين هنا الأب شايف أنه شايف أفضل من الإبن لأن أنا مش أحسن منك لكن أنا أكبر منك وأنا أبوك فمثلاً واحد عايز يمثل فوجاب مجموع عالي يبقى برضو الأب هنا برضو ممكن نقول أنه عنده حق وهنا برضو الإبن عنده حق لأنه هو مثلاً بيحب التمثيل فأنا عندي برضو يا دكتور مدرستين ما قدرش ألوم على الأب والأسرة وفي نفس الوقت ما قدرش ألوم على الإبن الواحد نقدر نحل الإشكالية دي إزاي وأنا ما قدرش برضو طول الوقت أقول أن الأب غلطان أو الأسرة غلطانة ممكن برضو الأسرة يبقى عندها حق لا طبعاً أنا هقول لحضرتك على حاجة أنا مطلوب مني النصح والإرشاد وابقى شايف كويس لأن هنا السؤال مين قال لنا شايفه ده ستندر يعني مين اللي حكم لنا بقوله هو ده الصح البلانس أو يعني التوازن بقى في الموضوع يعني سيدنا علي بن أبي طالب قال لك إيه قال لك يعني ما تتعاملش مع ابنك وفق عاداتك إنت وموروصاتك لأنه هو تخلق للزمن غير زمنك فده مهم فالمهم الأب بقى اللي عنده وعي يبقى شايف الاستطلاع شايف اللي جاي شايف إن فيه وظائف دلوقتي موجودة في مصر الشاب لو اشتغلها من وهو طالب هياخد عشرين ألف وثلاثين ألف جنيه بس الزكاء الاصطناعي بالزبط والنانو تكنولوجيا والريبوت والحاجات الحديثة دي كلها طبعاً فلازم يبقى كمان الأب متطور علشان يعمل ده يعني لازم يشوف دلوقتي السوق العمل محتاج إيه ودخل ابن فيه ده البالنس بقى اللي بيجي هخليها تفوق في كلية مميزة في تخصص مميز سوق العمل عشان قاعد مستنيه علشان ياخده يشغله واقنعه بدا وما يدخلش معايا في البطالة آه طبعاً فده مهم طب الأهم من كده عشان الناس برضو القلق النفسي اللي عندها والضغط يعني يبعد عنها شوية مصر دلوقتي فيها كم من الكليات الحديثة والمستحدثة وتنوع الجماعات اللي يستوعب جميع القدرات الاقتصادية جميع الطبقات الاجتماعية جميع المحافظات اللي موجودة تعارف حضرتك احنا الحد 2013 كان عندنا 17 جامعة في مصر 2013 و17 جامعة من ايام محمد علي باشا من 1805 ما في حقيقة الامر 9 جامعات والباقي كان فروع يعني يجي يقولك مثلا كلية الحقوق جامعة الوقت الجديدة فرع فرع هي فروع لما كان يقولك ههو 17 جامعة ولكنها فروع احنا دلوقتي في اخر 5 سنوين في مصر بقى عندك 27 جامعة كان عندنا لحد 2015 موجود 250 500 كلية تقريبا او 502 دلوقتي يبقى عليهم زيادة 32 كلية يعني في 5 سنين بقى عندنا 50% زيادة في عد الجامعات ده عمل توسع للناس طبعا عمل توسع للناس خلق منافس جديدة خلق منافس جديدة وحديث كمان يبقى تر عن يعني كليات ما كانتش موجودة عندنا قبل كده الحوسبة والرقمانة في مدينة زويل يعني مجالات مختلفة للولاد لكن خلينا نرجع للأسرة لأنه عندنا يعني موروط بشكل كبير جوه الأسرة المصرية كده ذاكر علشان ايه أحبك و لما تنجح أو تدخل كلية هما كان نفسهم فيها بيكون التعامل معاك مختلف عن إنك تدخل حاجة ما كانتش على هوا الأب والأم أنا بشوف إنه دا بيأثر على الإنسان لحد ما بيبقى كبير وطريقة إنه أفرق بينه بين أخوه أو بينه وبين أخته في المعاملة علشان أخوه حقق مثلا رغباتهم اللي أكيد بكل تأكيد رغبات محمودة و بكل تأكيدهم ما عايزين ابنهم يكون أفضل لكن دا بيأثر نفسيا وعصبيا على الإنسان طبعا يا فندم يعني بص حضرتك ساعت الولد إنه هو تيجي له شعور بالجلد أو شعور بالزنب يبقى عنده واخذ للضمير طول عمره نزع على أهله عشان دخل تخصص غير المطلوب ده نمرة واحد نمرة اتنين حضرتك الأولاد في الغالب اللي بيجبروا لهم يدخلوا تخصص غير التخصص ممكن ينجح فيه دراسيا بس ما ينجحش فيه مهنيا يعني لو دخل طب ما تلاقهوش طبيب مميز طيب لو نجح مهنيا ونجح وظيفيا ونجح دراسيا ما بينجحش اجتماعيا تلاقي ناس عندها مناصب مرموقة ولكن اتطلقت 3-4 مرات ولكن مش عارفة تتعامل مع أولادها ولكن اللي شافوه مع أهليهم بيعملوا بما يسمى بعد إنتاج السلوك بيبقى ضاغط عليه ويبقى عصبي عليه أو مفرط قوي وسايب إيده فبرضي يولد مشاكل فدي كلها أمور مهمة أنا أخلي بالي فيها وأنا بتعامل مع ابني علشان كده هوت زي ما حضرتك بتقولي فيه فنيات في التعامل في المرحلة دي مع الأولاد نمرة واحد أبعد عن جروب الممز والصراخ والعويل والمقارنة ونعمله خائط مبكة يعني جروبات الممز اليومين دول بقت هي اللي بتسبب ضغط نفسي أحلى تعليق ده يبقى الولد يعني جاي بـ 95% وتشوفي أمه بتعبر إزاي على جروبات الممز قولي ده صاقت 200 عام هو جايب مجموع كبير إنما هي خلاص دخلت في المود معاهم فنبعد عن ده لأنه هناك ما يسمى بتصري المشاعر الإبن لما يقولي الأمه متوترة وبتصرق وبتشتكي وبتكلم أختها ولا صديقتها في التليفون وقاعدة بتقول لها مقالة بانك في الخمر هو كمان حيتوتر هو كمان حيقلق هو كمان حيقبط هو كمان حيبقى عنده الطراب هو كمان حيبقى عنده اختلاف في الساعة البيولوجية هو كمان مش هيجيله نوم هو كمان حيبقى عنده ألقى من المستقبل حيبقى مشبع بالأمراض النفسية فنبعد عن ده نبعد عن المقارنات أنت أختك جابت في السنوانية عامة قد كده وانت ما جبتش أو ابن عامك أو شوف صاحبك اللي كان ماشي معاك دي كلها أمور مهمة بقى المقارنات برضه نبعد عنها مهمة قوي اللي أنا أدوله إشراقة للمستقبل أنت فيه إيه اللي جايلك وشاركه في اتخاذ القرار وقوله خش يعمل سرش وشوف الدنيا ماشية إزاي ما عندناش يا دكتور مسألك الوعي باتخذ القرار من وإحنا صغيرين ده علشان كده طالب سنوانية عامة ده لما بيكبر ويبتدي المفروض ياخد قرارات بقى مصيرية بتلاقيه عتل يعني مش عارف ياخد القرار لأنه ما بنترباش بطريقة أنه يسيبونا ناخد القرارات آه بنوع من أنواع يعني أنه دايما يكون فيه إشراف من أوياء الأمور لكن أعتقد أنه ما فيش التقافة دي في البيوت المصرية بشكل كبير بص حضرتك الابن ده مشروح حياة بمعنى أنا خلفت ولد النهاردة المفروض أبقى شايف بعد عشرين سنة أنا عاوزه إيه المخرجات عندي تبقى إيه في العشرين سنة أشتغل عليه علشان يدي المخرج اللي أنا عاوزه واشتغل على نفسي عشان أطلع المنتج اللي أنا عاوزه لو فيه بقى العلاقة بينها الثقة في التعامل مفيش إهانة ولا ضرب ولا تجريح لو فيه بخليه أخد قرار واشعور بالاستقلالية لو فيه احترام في التعامل حتى لو أنا منفصل عن أمه بس شايف هو الانفصال ده حميد بالنسباله وفيه احترام مش مشغله جسوس ولا ينقل أسرار ولا مرسال ولا بيشوفني بعمل أمه بإهانة ولا بدخلها في أوريقة المحاكم دي كل لها بتطلعه عنده ثقة بالنفس عنده قدرة على اتخاذ القرار عنده قابلية لتحمل الضغوط عنده صلابة نفسية هو ليه حضرتك واحد بيسقط في الصناوية العامة بيروح ينتحر زي ما حصل أول مبارح مع واحد من ولادنا في المينيا وواحد تاني بيسقط في الصناوية العامة بيواجه الموقف وهو واقف على رجلية الفرق هنا في الصلابة النفسية في التعامل زي ما حضرتك قلت إن أنا بنيت شخصية طلع لي منتج بعد 17-18 سنة قوي وشخصية تانية عندها نوع من الهشاشة النفسية وبرضو بالمناسبة بقى طرح ما تكلمنا عن الراصبين لأن زي ما فيه نجحين وبنتكلم عنهم فيه برضو أولادنا راصبين فأنا لما يبقى ابني راصب في الصناوية العامة معنى كده إنه في موقف إشكالي ما تغطش عليه محتاج هلبن أو عملية مساعدة محتاج اللي أنا مدي إيدي لي ما نعتهوش ببعض الوصفات الاجتماعية غير مرغوبة يا ساقت ويا فاشل وإنت مش نافع وهز الثقة في نفسه إطلاقا ده أنا أقول فاضل حوالي 10-15 يوم دلوقتي على الملحق اللي ممكن يدخله فأقدر أدعمه أخش على بنك المعلومات بنك المعرفة أستعين بالسوشيال ميديا بقنوات الفضائيات التعليمية المصرية أقدر أعمل منتج معاه إيجابي ما قدش بقى دلوقتي أقوله منك للي إحنا كنا بنصيف كل سنة مش هنصيف عاش خطر أنت سقطت أو شوف إخوتك كانوا جايبين إيه ما حملوش ضغط عصب يو نفسي ما حزنش قدامه واعد أبكي حسنوش إنه عمكش عنده شرور بالزن هي أزمة لكن مش مصيب ما خوفوش بابوه أبوك هيعمل فيك ويخليه يسوي دي كلها أمور مهمة أخيرا أنا عاوز بس أقول حتة مهمة جدا مصر السنة دي بس اللي إحنا فيها دي فيها 12 جمعة أهلية غير السنة اللي فاتت 5 يبقى 17 جمعة في تاريخ مصر في 200 سنة ما تعاملت 17 جمعة اتعاملوا في سنتين طب يعني إيه جمعة أهلية عشرين اللي بيسمعونا بدل ما كنت إنت ابنك مجموعة صغير فبتدخلوا جمعة خاصة قد يكون غير معترف بيها ولا يتطلبها سوء العمل ومصارفها زيادة انت بتدفع قيمة التكلفة بتاعت ابنك وهو نجر منح كمان للمتفوقين وفيها منح للمتفوقين وفيها تخصصات ندرة للي بيسمعونا ومجموع ابنك صغير ما تجريش ورسى مصرة التعليم وتجار الوهم اللي تلاقيه واخد شقة مفروشة عاملها مكتب وحط المكيف ومعلق علم ويقولك أنا مندوب دولة كذا وبطلعك بعثات أو كليات برة وابننا يروح في غيابات الجب دي كلها أمور مهمة نخل بالنا من ولادنا أقدر أقدمه في المجتمع بالصورة من الكفاءة والفعالية أن ما يبقاش عنده أي مشاكل لا نفسية ولا اجتماعية أنا عايز من حركة الرشدة حركة دكتور نفسي بنعمل رشدة للأسرة المصرية بنقول لهم إزاي أكتشف في ابني الحاجة الكويسة إزاي أطورها وأبنيها بسلاسة طول الوقت من هو في ابتدائي وإزاي أحقق حلمي أنا كأب وحلمه هو كابن علشان ما يحصلش الصدام ده في سنوية عامل ما حطش قدام عناية وظيفة معينة عاوزوا يشتغلها أنا بوفر له يعني كل الوسائل الممكنة لدموه قدراته أسيبه يمارس نشاط أسيبه يلعب أسيبه يبقى إنسان اجتماعي أسيبه يتعلم بالمحاولة والخطأ ما يبقاش فيه حماية زايدة عليه يبقى فيه شعور بالحب والحنان ممكن حد يسألني أنت ما الناس كلها بتحب ولادها لا أنا بتكلم شعور بالحب يعني أطبطب على ابني وأبتسم في وشه وأستمع له وقعد أكل معاً لقمة ابني مش محتاج قوضة مستقلة بكمبيوتر وبفيديو جيم وبتكييف يقعد فيها وموبايل بعيد عني محتاج أبوه يقعد يبقى فيه علاقة الوجه للوجه وفيه سلوك الأنسانة دي كلها أمور مهمة مهمة أوي عامله باحترام متعاملش معاه إنه هو قطعة أساس في البيت يعني من هو عنده أربع سنين أنا واخد المدام وراح مكان معاين نتغد أو نزور أهلها أو الكلام ده بتناقش معاه وساب الولد باعتبرني وجامع العفش ما نتفعش الكلام ده يعني لازم أقوله تحب تروح لتتها ولا لأ طب لتتها مامتو ولا لتتها بابا يعني نتناقش معاه هو يحس بالاحترام وإنه كيان موجود في الأسرة وإنه جزء اللي يتجزأ منها ده بيديله الثقة في نفسه وفيه آليات ولما ابني يقع في مادة محاربش بقى الزمن يعني ابني مثلا وقع في مادة علمية خلاص بقى ما اضغطش عليه قوي أسدت في الدنيا بحيث ان هو يعدي منها وابقى أنا عارف ان هو قدراته أدبية ما يبقاش ابني صقد في العلوم في قوله إعدادي وطاني إعدادي وطالع بمولحق في تالت إعدادي ومصر دخلوا علمي في السنوي يعني لا يكلفه الله نفسه إلا وصعها احترم قدرات إبدك وبعين حضراتك كان بيعجبني وممكن يكون مبدع في مجال آخر يعني هو مش شاطر في العلم لكن ممكن يكون في المجال الأدبي حيكون عنده يعني شيء مختلف يعطيه أكثر من هذا يعني بص حضراتك كل إنسان فينا عنده ملكة يا إما تفوق يا إما نبوغ يا إما إبداع يا إما عبقرية يا إما موهبة يعني إنما أسف حتى المتخصصين ما بيفرقوش فلنا بقوله المهم يبقى أنت عينك حلوة مع ابنك عينك حلوة مش زرق أو خضرة أولا مركب لانسز عينك حلوة يعني شايف عارف فين اللقطة عارف قدراته فين تنمي من ابنك مهما كانت مؤطياته وقدراته ما هو داي دكتور إذا كان في حالة تواصل مستمر ما بين وليه الأمر وما بين الطفل من وهو يعني ابنه دا اللي عامت 17 سنة لو هو حفظه من وهو صغير هيكون زي ما حضرتك بتقول عارف فين إمكانياته علشان يقدر يوجهه أو يقدر يوظف إمكانياته أحترمها وأناميها وأوظفها أنا جالي صديق من حوالي 20 سنة قال لنا ابن طلع طخين قوي يعني عيلة مامته لهرمونات عندها كده ودم دايقني وقالت له ان دايقك ليه محمد رشوان بطل العالم في الجودو في السن بتاع ابنك دوت أبوه لما لقاه لهرمونات عنده أنه هو عنده بدانة اشتغل عليه ولعبه لعبة معانة بقى بطل العالم في الجودو فأنت حضرتك احترم القدرات مهما أنت كنت شايفها من منظورك أن فيها منطقص بالفعل اشتغل على ابنه وابنه دلوقتي من أبطال مصر في الجودو بعد 20 سنة فيحترم القدرات بتاعت ابنك مهما كانت القماشة اشتغل عليها عل منها طورها اثقلها اثريها هتطلع بمنطق غير على أي حال احنا يعني قدمنا عدد كبير من النصايح للأسرة المصرية وللأب وللأم اسمعوا ولادكو احتضنوهم طوروا مهاراتهم يوم بعد الآخر منو هو صغير هو عنده مهابة في حاجة زي كده حنقدر نكبرها ازاي حاولوا يبقى فيه منطقة وسط ما بين رغبات الأسرة كأب وام ورغبات الابنة او الابنة لازم يبقى الموضوع ده عشان ما يحصلش الصدام بتاع سنوية عامة ما حصلش الضغط النفسي على الابن وما تحصلش المشاكل النفسية اللي بتوصل لانتحار في بعض الأحيان بنشكرك دكتور وليد دكتور وليد هنديس شارط ابو نفسي نورتنا فلد شكرا لك وابني ابنك وما تبنيش لابنك شكرا جزيلا يا دكتور نورتنا اشتركوا في القناة